أجلين راجعو خفان ذربا الحلقات لي فاتوا غادي سالي ناسب آدم عليه السلام بشيط لصفته مولانا من بعض جا سيدنا إدريس ثم جا سيدنا نوع ثم جا سيدنا هول ثم جا سيدنا صالح قوم صالح هو كان آخر حلقتنا الماضية هنا غادي انتشر الشرك من جديد في الأرض حتى غادي بعث مولانا عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام نبي من أنبياء الله تعالى غادي بعثوا الله عز وجل للعالمين نبيا ورسولا حبوا مولانا شنو دار هاد سيدنا إبراهيم مع القوم دياله كيفاش دعاهم للله عز وجل شنو دار للآله ديالهم وكيفاش حاكموه شنو هاد يوقع ليه علش غديرهم في العافية وشنو دار مع القوم دياله ومع الملك ديالهم ليهو النمرود لكاثر الظالم فين غدي هجر سيدنا إبراهيم عليه السلام وكيفاش رزقوا لله عز وجل بالولد مع تفاصل وحدة أخرى اللي غدين شوفوها في حلقة الليلة اللهم صلى على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة حلقة الليلة غد كون شي شوية مغايرة لأنه صراحة ما غديش نقدر باش أنا نكملها معاكم بتسجيل بوجهة ولكن غديكون فمي علش لأنه كيفما كتردو البال دي واحد العين ملتها بكتر من أسبوعين ولكن اليوم صبحت ليها بزاف عاجت من عن طبيب ضمخصوش يكون عليها مجهد ذك شي باش بغيت نقول لكم بلا أنه غدي نخليكم حلقة الليلة صوت بدون صورة اعتذر فاخر ما تسعطلش عليكم أكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ كيف قلت لكم في البداية تكلمنا عن آدم عليه السلام ثم على إدريس ثم تكلمنا على نوح وش نوق عليه مع الطفان من بعد تكلمنا عن هود عليه السلام وكذلك عن صالح أما في حلقتنا الليلة غدي نتكلموا على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام غدي نتشر الشرك مرة أخرى ودابا غدي نتقلوا من الشمال الغربي للجزيرة العربية لبلاد الرافدين بلاد العراق البلاد اللي انشأ فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام في بابل فهذه الحضارة اللي انتشر فيها الشرك وانتشرات عبادة الأصنام والناس بدو كي عبدوا الكواكب والأصنام والأوثان من دون الله عز وجل فبعث الله عز وجل اللي هم خليله والصفي دياله سيدنا إبراهيم عليه السلام واللي هو من أبناء سام ابن نوح وكيف ما اذكرنا لكم لأن الله عز وجل قطعت ذرية من بعد الطوفان إلا ذرية نوح عليه السلام قال الناس هم أبناء نوح عليه السلام وأبناء آدم عليه السلام استفى الله عز وجل البشر بآدم خلق آدم أول بشر وأبو البشر من بعد استفىهم مرة أخرى بنوح عليه السلام بمعنى أنه الذرية كلها من نوح من بعد استفى الأنبياء دياله مرة ثالثة واجعلهم في ذرية إبراهيم عليه السلام واللي هو خليل الرحمن سيدنا إبراهيم ولد ببابل أكبر فيها أكبر وهو تشوف الناس كي عبدو الأصنام كي عبدو الكواكب كي عبدو الأوثان فجل عنده ابباه وحد نهار وقال له إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إنما أنت تعبد صنم ما كيسمع ما كيبصر ولا يغني عنك شيئا قال له بأسلوب مؤدب سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو كي دعباه إلى الله عز وجل تقول له علشك تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا عجيب هذا الأدب والجمالية في كلامه ديال التحبيب والترغيب فكل جملة كان يناديه يا أبتي يا أبتي يعني إنما أنا ولدك كان خاف عليك يا أبي ولكن الأب قاسي الأب كافر غادي يرد على الإبن دياله بأسلوب آخر بالقصوة والشدة والغلظة قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ماليا إذا ما حبستيش على الناهي ديالك لي عن عبادة الأصنام غادي نرميك وهجرني ماليا غادي نرميك بالحجرة حتى تموت ثم تردو من البس دياله وقال له هجرني ماليا زعما ما تقربش مني مدة طويلة من الزمن خرج عليها وتردو من داره غادي يجوب سيدنا إبراهيم عليه السلام لما شاهد ذيك القصى وقال قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية غادي نستغفر لك مولانا ونبقى ندعيه حتى أنه يهديك فلما علم إبراهيم عليه السلام بلي أنه ابا ما غاديش آمن وما غاديش يدخل فاتبرأ منه إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه فهو أبو الأنبياء وهو إمام الموحدين سيدنا إبراهيم هو شاب صغير يافع كان جاء القوم دياله وسولهم وهم كي يعبدو ديك الأصنام قالوا ببعه أيضا خطب القوم دياله شو هاد السماتين لنتم لها عاكفون جاوبوه قالوا ليه وجدنا آباءنا لها عابدين سبحان الله وجدنا الآباء ديالنا بمعنى أغادين على الآثار ديالهم كي يقتادوا بهم وهذا القضية كينا سبحان الله ليومنا هدف بزاف ديالناس فعصرنا اليوم لما كتأمروا بعبضة الله والتوحيد دياله وتنهى على الشرك والبداع والخرافات يقول لك وجدنا آباءنا وجدنا أجدادنا وجدنا الناس يديروا بحال هكا وهكا وحنا دا بغدين على الطريقة ديالهم قال لهم سيدنا إبراهيم وهو الشاب قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين شفت القوة والصراحة والصدق قال لهم كنتوا كتبعوا الناس على الظلال قالوا ليه كأنهم غضبوا من كلامه قالوا ليه قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين أنك تتجرأ على الآلهة ديالنا وعلى الآباء ديالنا واش كتلعب أو لا رك صادق فيما تقول قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين شوفوا السماوات شوفوا الأرض شوفوا ما بينهما شكل خلقهم شكل خلق هاد الشي كامل وبقين كتعبدوا أصنام كتعبدوا تماثيل كتعبدوا أنصاب غضبوا منه فإذا غادي تحدهم وغادي يقول لهم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين إذا بإبراهيم عليه السلام كيشوف النجوم وكيحسب باش يتأكد في أي نهار غادي يخرجوا الناس ليوم العيد كيخرجوا من المدينة كلها وما كيبقى حتى شي حد اليوم ديال العيد ديالهم كيبقى كيحسب في النجوم وفي الأيام حتى علي ما فقش هم خارجين فتظاهر وقال لهم بلي أنه ساقيهم زعمة مريض وما غاديش يقدر يخرج معهم هي صحيحة لأنها كذبة في الضاهر ولكن حقيقة في الباطن بمعنى أنه سيدنا إبراهيم عليه السلام صادق لأنه كان مريض نفسيا بالهم وبالحزن وبالغم علشنو كيدير القوم دياله فقال لهم إني سقيم إني مريض وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فإذا بهم غادي يمشي وغادي يحطوا الطعام لأكله كل ما تيملكه من أفخم وأفضل أنواع الطعام غادي يحطوا عند الأصنام عند الآلهة عند تماثيل كل شيء يخرج إلا هو اللي سيبقفت من المدينة سيدنا إبراهيم شفت هذه الأصنام الآلهة لهم ومشى مصريا متخافيا حتى وصل عندها وقال ما لكم لا تنطقون علش ما كتجوبونيش وعليش ما كتاكلوش الماكلة هو يعلم باللي أنها ما كتاكلوش ويعلم باللي أنها ما كتاكلوش ولكن على سبيل تهكم والإزدراء فإذا به غادي يأخذ الفاس بالديه وغادي يضربها باليمين دياله حتى رجعهم كامل ومدكدقهم كاملين حتى ولوا حطار لما رجع القوم فرحانين مستبشرين غادي يتصدموا غادي يشوفوا الآلهة ديالهم وهنا كانت من نسبة لهم صدمة عظيمة شوفوا الآلهة ديالهم والأصنام ديالهم كلها محطمة وكلها مفتتة ومبقى فيها لا صنم ولا احتوثا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين لو كانوا تفكروا بعقلهم كانوا غادي يعرفوا بلي أنه ما يمكنش تكون آلهة مفتتة وإذا كانش يحد قادر أنه يحطمها ما غاديش يعبدوها حيث هو أقوى من هذه الآلهة وأقوى من هذه الأصنام ولكنه الغاباء وهذا هو الجهل هم لا يعلمون أن الله عز وجل وحده هو القوي وهو القاهر فوق عباده هو خالق كل شيء جل وعلا قالوا شكن دار هادش بالآلهة ديالنا إنه لمن الضالمين قالوا بعض الناس رأوا حد الفترة مخرجش معنا في العيد مش فناش معنا كيحتافل وكان ديما كيسب بالأصنام وكيسب بالآلهة كانوا عن ذاك يحتقرون هاد الفتا هم ما معرفينش بلي أنه خليل الرحمن خليل الله عز وجل قالوا سمعنا فتاة يقالوا له إبراهيم جيبوه انحكموا أمام الناس ليشهد الناس للجريمة ديال النكرة قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون خرجوه من داره وفتى صغير قيل بلي أنه عمره أقل من 20 سنة وجيئ به أمام الناس وطوي له أحد المنصة ديال اتهام سبحان الله إبراهيم عليه السلام متهم سولوا يعني اشترشي هادشي بالآلهة ديالنا يا إبراهيم جيبوه مقال أراه كبير للآلهة ديالكم هو اللي دير هادشي أما ترون الفأس عند كبير الصنام فاش مشيتو؟ قام الصنام الكبير هو بدك يحطن في الأصنام الباقية سولوا ديك الفتاة الحوطان سولوا من صنع هذا بكم إن كانون ينطقون فالجمعوا تشوروا فقالوا إنكم أنتم الظالمون وهل تعلمون ماذا يعني إبراهيم؟ يعني بلي أن هذه الآلهة ما كتتكلمش وما كتتنطقش وإن هذا الصنام إن كان على حاله فأورا ما كتتكلمش وما كتتكلمش فاش سعبدو آلهة ما كتتنطقش وما كتتكلمش وما كتدفش على نفسها غادي يرجعوا للفترة دي لهم في لحظة من الزمن ولكن ديك ساع نقلبوا ونكسوا على رؤوسهم ورجعوا للفتنة مرة أخرى قالوا أنت تعلم يا إبراهيم أن الأصنام ما تتكلم جاوبهم سيدنا إبراهيم كل قوة وكل جرأة كأنه اللذب هو القاضي وهو الحكم قال قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم سكتوا عن الناس هذا الشي اللي كدروا له باطل واش ما عندكمش العقل سكتوا وعالموا بالني أنهم ما يقدروش على سيدنا إبراهيم بالحجة وبالمناظر فابدوا الآن بالتهديد قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ما كنا غير النار اللي غادي نحرقوك بها يا إبراهيم نصرة لهذه الآلهة هذه سبحان الله كانت سنة الطواغيط سنة الضالمين فاش ما كيقدروش على الحجة كيجئل التهديب لنحرق بالنار للسجن للضرب للتهديد إلى كل هاد الوسائل واللي هي حجة ضعيفة ومنطق ضعيف وهنا غادي جمعوا واحد النار اللي كانت عظيمة لإبراهيم بمعنى غادي جمعوا الحطب وقيل باللي أنهم استغرقوا شهر كامل وما تشيجمعوا فيه الناس والرجال كل الناس كانوا كيجمعوا ذاك الحطب وغادي شعلوا النار فصارت نارا عظيمة ولا تبحشي بناية كبيرة لدرجة أنها اضطر إذا داد فوق منها كيطح فيها بقوة الحرارة دي لها ولكن ما قدروش أنهم يرميوا سيدنا إبراهيم خوفا على أنفسهم من ذاك النار فغادي ربطوه بواحد القنبة والناس كيشهدوا على ذاك شيء ومجتمعين باش أنه يتحرق سيدنا إبراهيم كان أنا ذاك شاب لهو صغير ربطوه ورفعوه على رأس البنيان فارفع إبراهيم رأسه إلى السماء فقال اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري فحسبي الله ونعم الوكيل ثم رمي به وفضل اللحظة غادي استقبل سيدنا جبريل عليه السلام فقال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال سيدنا إبراهيم أما إليك فلا قال سيدنا جبريل صل ربك قال حسبي من سؤال علمه بحالي الناس كي شوفوا هذا المنظر رمي إبراهيم في النار وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال ابن عباس لو لم يقل سلاما لمات إبراهيم من بردها ومن المعروف في الأثار أنه لم يبقى يومئذي النار في الأرض إلا انطفأت فلم ينتفع فادق اليوم بنار في العالم ولو لم يقل وسلاما على إبراهيم كانت غادي تبقى ذات برد سيدنا إبراهيم في النار والناس مندهشون شما دي وقع حرقة النار وثاق إبراهيم الحبل اللي كان مربوط به ثم نفض الغبار على نفسه وبدك يدكر ربه كي يصلي في النار والناس مندهشون وشالشي اللي كانشوفه فيه سحر أو الحقيقة شنو وقع أما أبو إبراهيم فكان كافرا اسمته أزر قال نعم الرب ربك يا إبراهيم نعم الرب ربك يا إبراهيم أفضل كلمة قل هباه أم ممو شفت إلى الإبن دياله وقتله يا بني أنا بغيت نجيل عندك فادعو الله لي باش أنه ما تحرقنيش النار فادعو الله لها فدخلت الأم دياله وعنقاته قبلاته ثم رجعت يقال بلي أنه ضل إبراهيم أربعين أو لخمسين يوم في ديك النار متناحما متلددا أرادوا به كيدا فجعلناهم في الأسفلين كانت الحيوانات كلها تطفي النار على سيدنا إبراهيم عليه السلام إلا الوزاز أو لما يسمى بوبريس هالدب الخبيثة لأمرنا رسول الله بقتلها لأنه كانت كتنفخ وكتأجج النار على سيدنا إبراهيم ويقال بلي أنه الضفضع كانت كتتعانو سيدنا إبراهيم باش تطفدك النار من بعد خرج سيدنا إبراهيم من النار معافل موقع له ولو بديك النار سمع بهذا الخبر للملك النمرود ملك بابل سمع بشن وقع الإبراهيم قال نادوه لي بغيت نشوفه وكان كيدعي الربوبية هاد الملك فلما جاء عنده سيدنا إبراهيم سوله الملك قال يا إبراهيم سمع نبلي أنه النار ما حرقتكش شنو هي الصفات دي لربك من هو ربك قال ربي الذي يحي ويميت ضحك الملك النمرود قال أنا أيضا أحي وأميت قال كيف ذلك فناد رجلين كمعليهم بالإعدام قال أما هذا راني عفيت عليه يعني حيته وأما هذا فقد أعدمته صررت على أنا نقتله وانا قتلته كيفاش أحي وأميت ذلك غبي جاهل ما كيستحقش أنه إنقش سيدنا إبراهيم في هذا المنطق لأنه منطق Agrوج وسافه قال يسيدنا إبراهيم بيكي سير الكون ويأتي بالشمس كل يوم من المشرق انت بها أنت من المغرب سير المصار أنت على الشمس إذا كنت قادر بهت الذي كفر قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يدي القوم الظالمين خرج إبراهيم عليه السلام لما دعا قوم دياله ما ممنوش به وما سجبوش له فأوحى الله عز وجل إليه باش أناه يهاجر فهاجر مع لوط ابن أخيه هو الوحيد اللي آمن به والزوجة دياله صار خرج مهاجرا وهذه سنة الأنبياء إن لم يؤمن الناس بهم فهم كيهاجروا إلى بلاد احتخرة كيدعيوا إلى الله عز وجل وكيسحوا في الأرض كيبلغوا الدين ديالله عز وجل توجه الشام إلى الأرض المباركة إلى الأرض المقدسة فآمن له قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فأوحى الله عز وجل إليه باش أنه يهاجر إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين حجر الشام قيل إلى حران وقيل إلى بيت المقدس ثم تحلم مرة أخرى إلى مصر علاش ارتاحل الله أعلم يقولون كنت ديك ساعة ما جاء لي أصابت الشام المهم خرج مهاجرا مع الزوجة دياله صار إلى مصر وقيل بلي أنه مشابش كيدعو الله ويبلغ الدين دي الله عز وجل والعلم عند مولانا فلم أخرج ومشاء المصر كان هناك جبار من الجبابرة إذا سمع بلي أنه رجل قد زوج امرأة خدوها ظلما وعنوة فعلهم على الفواحش والعياذ بالله رجل اللي كان خبيث ونجبار إبراهيم قد يخطب الزوجة دياله صارة قال لها يا صارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا الرجل رجل أرسله الملك الجبار واحد من الجنود هذا الملك جاء إلى إبراهيم كي يسوله على هاد المرأة شكون هي وشنو كتجي وكان صارة أنا داك جميلة فقال لها إبراهيم قد ينقول لي بللي أنك رك يختي ما تكذبينيش وهو كان صادق لأنه هذه من الكذبات اللي في الظاهر ذيالها كذب كان صدق في الحقيقة ختف الإسلام ختف الدين قال فلا تكذبيني فاخدها الجنود بزز منها ومشوا بها للملك وسيدنا إبراهيم عليه السلام في ذاك الزمان ما رتقوش الله عز وجل بالولد وغير مرسو صارة الزوجة المؤمنة صالحة خدها الملك ودخل عليها في غرفة فإذا بها كتدعو الله وكتصلي وإبراهيم في ذاك الوقت كانت يصلي وكيدعو الله عز وجل باش أنه ينجي الزهوشة دياله وما استطاعش أنه يمنع الجنود عليها فاتخدات بزز منها ودخلوا على الملك دخل عليها الملك وبدت كتدعو الله وتستغيث به أما يجيب المضطرة إذا دعاه لما بغى الملك أنه يقترب منها أصيب بالشلل تشلت الدو وقيل بلي أنه طح على الأرض فإذا بيهي كي توصل إلى سارة قل لي ها دعي الله دعي الله لي غديش ندرك أبدا فدعت الله باش أنه ينجيه قالت ربما يموت ثم يقول الناس بلي أنني قتلته فدعت الله له نجاه والتعافى فرجع كمكان وعاود غدي تقرب لي المرة الثانية وتشلل فأطلب منها باش أنها تدعي لي الله خربش منها تدعي لي الله مرة الثالثة بغي أديها يقع لي نفس المشكل هنا معوفية نادى الخدم دياله والحشم دياله والجنود دياله وقال لهم خذوها فإنها ليست بإنسان هذه غير شيطانة خذوها وعطوها جارية اللي هي هاجر عليها السلام أعطوها خادمة باش أنها تخدمها اندخلت صار معها هاجر ورجعت لسيدنا إبراهيم اندخلت عليه فإذا هو كيصلي فأشار بيده مهين يعني شنو الخبر قتلي سارا رضى الله كيدة الكافرة في نحره اعطنا هاجر باش أنها تخدمنا إنهم يكيدون كيدة واكيدوا كيدة ثم رجع إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس معه سارا ومحا حتى هاجر فلما رجع أمر لوط عليه السلام باش أنه يمشي للمدينة خبيثة مدينة كافرة اللي غدينتشر فيها الفواحش مدينة تدوم اللي كانوا فيها كفار وفجار هنا غد يأمر سيدنا إبراهيم ولوط باش أنه يمشي لعندهم يدعوهم الله عز وجل أما سارا فقد علمت بلي أنه إبراهيم بخال ولد ويشتاق إلى الولد فقال له دخل على آمتي هذه دخل على هاجر دخل لعل الله يرزق منها الولد فمشى عندها سيدنا إبراهيم عليه السلام فحملت منه ولدت له طفلا جميلا لغد يسميه إسماعيل سيدنا إسماعيل ولد البكر لسيدنا إبراهيم أول ولد من بعد 86 عام سيرزق به سيدنا إبراهيم عليه السلام غد يتغار سيدة نصارى فقالت له خد إلى أي مكان بعيد علي فأوحى الله عز وجل لي باش أنه يدها البيت الله الحرام إلى مكة وأنا ذاك ما كانش لك عبا قد بنيت في ذلك الزمان جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وولد إسماعيل رضيع حتى في واد غير ذي زرع بين جبال ما بيندك الشعاب في مكة لم يكن فيها ماء ولا إنس ولا وحش ولا طير حتى هم تمة مع واحد لقرر يبدأ لما واتمر فبقد قلت لنا أم إسماعيل باش أنه يمشي سيدنا إبراهيم وخلالها الطفل الرضيع ومشى باتجاه بيت المقدس فنادته فقالت له يا إبراهيم لمن تتركنا مرجع لها يا إبراهيم لمن كتخلينا ما جاوبهاش فقالت له يا تبعاه واش مولينا أمرك بهذا لتفت وقال لها نعم أمرني ربي أمرني ربي قلت له صافي غير سير فلن يضيعنا الله فلن يضيعنا الله رجعت للرضيع ديالها باش كتردو سيدنا إبراهيم غادي توجه المرتفع من الأرض فارفع يديه للسماء وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون غاب سيدنا إبراهيم ومشى وبقى سيدتنا هاجر أم إسماعيل أياما كتطعم الطفل ديالها والرضيع ديالها من لبن ديالها وكتأكل من التمر وكتشرب الماء حتى غادي نفيد منها وغادي جوع الطفل ديالها وجفة الضرع ما بقى للبن ولا طعام ولا تمر ولا شراب شو غادي تدير شو غادي تفعل أين النصر من الله عز وجل إلى هنا غادي نوقف الحلقة ديالنا وغادي نقول لكم الحلقة الجاية إن شاء الله سلام سلام